بسم الله الرحمن الرحيم بعد اما عرفنا ازاي ندخل بيانات عن طريق جملة insert وعرفنا ازاي ان احنا نحل اشهر المشاكل اللي تظهر فيها دلوقتي هناخد قيم من المستخدم يعني ايه الكلام ده يعني احنا في البداية دخلنا قيم ثابتة احنا اللي كاتبنا بايدين طيب احنا عاوزين المستخدم هو اللي يكتب في الشاشة القيم اللي احنا اندخله مش هكل مرة تبقى قيم ثابتة هنتكلم عن ادخال قيم البيانات من المستخدم نفسه طيب توضيح الكلام ده بسرعة عندنا مثلا جملة insert في البرمجة انا والله عاوز اعمل كده عاوز اعمل شاشة يكون فيها بيانات الموظفين اولا هقول له هنا رقم الموظف وهنا طبعا يبقى في تيكست بوكس هنا في الاسم هنا في تيكست بوكس تاني هنا في المرتب هنا في تيكست بوكس هنا مثلا اخر حاجة كان عندنا العنوان طيب في زرار في الاخر اسمه حفظ انا عاوز لما المستخدم يدخل لي القيمة بتاعته تمام يدخل لي مثلا هنا رقم الموظف واحد هنا الاسم محمد هنا المرتب مش عارف كزا هنا العنوان كزا تمام اول ما يدوس على حفظ انا فزده جملة الانسرت ولكن بالقيم اللي هو دخلها مش بالقيم السابتة اللي انا كنت كاتبها بين الاقواس ده اللي احنا هنشوف اللوقتي مع بعض نرجع تاني المشروع بتاعنا اولا زي ما احنا وضحنا فيه الرسم النظري هنعمل مسلا انا عاوز ندخل بيانات الموظف هنفتح قيمة تول بوكس هنجيب هنا تيكست بوكس زي ما احنا قلنا وعندنا هنا لابل هنا انا عاوز اقول له ده رقم الموظف رقم الموظف طبعا لازم اخلي ده راية توليفت عشان اللغة العربية طيب ده رقم الموظف ده اسم الموظف عندنا هنا المرتب عندنا هنا اخر حاجة العنوان مفروض ان المستخدم يدخل القيم دي اقوم انا في الداتابيس طيب هنا في حاجة بس عاوزين نقولها قبل ما نكمل عندنا المرتب زي ما احنا قلنا لو نفتكر في البداية خالص قلنا اللي هي بتاخد الكوية من رقمية نشوف مع بعض نحيا همسة هتيخلص واحطه دي وزي ما احنا خدنا قبل كده في الخصائص بتاعتها هنا نحلع فيها شوية هقوله الماكسيم اقصى قليلا تخش فيها كزا وهنا ان هي تقبل اتنين رقمين عشريين لأ دي زيادة لا بتزيد واحد هنا عدد الارقام العشرية هنخلي اتنين عشان ممكن يكون في كسور في المرتب بتاعتها زي ما احنا قلنا طبعا هنا اللي هنخلي في النص عشان نشوفه ندي طبعا اسماء الحاجات دي اسماء برمغية عشان نستخدمها اولا عندنا تاني حاجة طبعا احنا فهمنا عن ايه النيم ده تاني حاجة فانا هعمل لها اختصار وهنمش عادة على طول اختصار لكلمة بعد كده عندي الادرس فانا قلنا بعمل له اختصار ادرس نرجع تاني للكوت بتاعنا هنلاحز ان انا هنا كنت قلت له قبل كده كتبت له الجملة بيدي ولكن قيم سابت هنا واحد طب انا مش عاوز واحد انا عاوز القيمة للمستخدم دخلها هنا تمام فوالله هشيل كلمة واحد دي وارح اجاي كاتب له ولكن هنا هو اريها على انها نص مش اريها على انها ده فهعمل ايه هارح اجاي حاطيتها نمسح حكاية تاني عشان نوضح هارح اجاي حاطيتها احط بينه على متين زائد احط هنا هو هنا كده اللي حصل لما انا كتبت وبعدين على متين زائد وفي النص عشان انا بقول له ادمج لي يعني هاخد عنصر من الفورم او الشاشة اللي عندي هحطه يعني مش مجرد كلمة يعني انا دلوقتي لو شيلت دي والزائد هتبقى مجرد كلمة انا مش عاوزة مجرد كلمة انا عاوزة مجرد عاوزة قيمة تمام نيجي لتاني حاجة عندنا هنا النام طبعا زي ما احنا وضحنا قبل كده دي الرقم هنشوف فقط دلوقتي النام عندي عبارة عن آآ نص فانا عندي النص قولنا قبل كان انا بحبته بين فهعمل نفس الحركة دي هحط دي بعد كده هحط على متين زائد theirs هاجبين على متين زائد دول هحط تي اكس تي اللي هو متغير التاني اللي عندي او القيمة التانية اللي المستخدم دخلها اللي هوا اسم الموظم نيجي للكيمة التالت وهي المرتب المرتب عندنا برضو قلنا رقم فالرقم مش هنحط سنجل كوتشن نحط دوب كوتشن جواها على متين زائد سيجوا هنكتب اسم المتغير او اسم العنصر اللي عندي اللي هو نيو دي designer، ضد مش ضد تجس ضد value دي يعني القيمة الوجوا يعني هاتضل الكيمة الوجواها عبارة عن رقم. طيب. نيجي عند المتغير الاخير اللي هو الادرس. نحط على متين زائد. طيب. حسيتوا بلغبات. ممكن في ناس تتلقى بدلوقتي من الموضوع ان هنا ما فيه. طيب. ناخدها قاعدة عامة كده بسرعة عشان نوضحها. اي حاجة هيكون عندي فيها او قيمة نصية. بكتب الصيغة بتاعتها جنب بعض. بعد كده احط جواه جنب بعض. بعد كده احط جواه على متين زائد. والعنصر بتاعي. عشان تتقري. ده في حالة النص او نركز اوي. لو في حالة الانتجر او او اي متغير رقمي. بعمل ما بحطش الفوق دي. بحط وعلى متين الزائد. واحط المتغير بتاعي جواه هنا. يعني الفرق بين او النص والرقم هو علامة اللي برا دي. فممكن في البداية تحس بسنة لغبطة. ولكن الدنيا هتوضح مع الوقت. نيجي نجرب دلوقتي مع بعض. كده احنا بدل ما بندخل قيم سابتة هنخلي المستخدم هو اللي يدخل القيم او العميل بتاعي. دلوقتي العميل خاد البرنامج مني وبيدخل بيانات الموظفين اللي عنده. رقم الموظف احنا كنا دخلنا واحد واثنين فهنا هنقول رقم الموظف تلاتة عشان ما ينفعش نكرر الرقم. اسم الموظف احمد محمد حسن. المرتب بتاعه خمس تلاف واتنين من عشرة. عشان نجرب موضوع الكسور. العنوان بتاعه القاهرة ستة اكتوبر. ندوس على ادخال. ظهر للرسالة دي كده معناها ان القيمة او البيانات بتاعي. طبعا المفروض هنا ان انا اقول له تم حفز البيانات بنجاح. عشان طبعا المستخدم يفهم ايه اللي حصل بزبط وهنا احط له آآ زي ما احنا عارفنا قبل كده. العنوان بتاع الرسالة اقول له تأكيد وحط له الزرار وايكون هو الكلام ده. طيب نفتح داتها بز عشان نتأكد. نفتح داتها بز عشان نتأكد. نقفلها ونفتحها تاني دلوقتي. هلاقي رقم تلاتة عندي فعلا احمد محمد حسن والسالة اللي بتاعه والمرتب ويه. فانا كده ضفت بيانات عن طريق الشاشة من المستخدم نفسه. تمام? طبعا المفروض في حاجة اسمها يعني بمعنى ايه? دلوقتي المستخدم لو ده سعى الزرار ده. وما كتبش ايه كيما فالمفروض ان انا زي ما احنا درسنا قبل كده. احط ترايو كاتش واتوقع الاخطاء اللي المستخدم ممكن يعملها. واحل لها. ولكن طبعا احنا مش هنعمل كده دلوقتي. دي الحاجات دي هنعملها طبعا مع الوقت واحنا شغالين ولكن دلوقتي هدفنا ان احنا نفهم الفكرة الرئاسية بتاعة ادخال البانات.